يا صباح السعادة والجمال عملنا قبل كده جاتو شاتو وكان حلو جدا وكان درند جدا وعجب كل الناس الحمد لله وكل الناس ببسطت منه وكان نجح تقريبا مع كل الناس ولكن كان فيه سؤال شائع عاوزينه من غير بيد يعني كل ما أبص على الفيديو ألاقي ناس كاتبة أن هما مش بيحبوا البيد ويا ترى فيه طريقة من غير بيد النهار ده بقى هنعمل حاجة شبيهة ليه ولكن مش جاتو شاتو يعني مش كل حاجة في الخلاط ده أسهل بكتير على فكرة طريقة سهلة وبسيطة جدا وطعمها كمان ممكن يكون أحلى من الجاتو شاتو بصراحة يعني وهنقول على كل البداية اللي بتاعة الوصفة دي في الفيديو بس قبل أن نبتدي الفيديو لأول مرة تشوفوني أنا اسمي نادية ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير ودعب عجبكم الفيديو في الوصفة دي هنستخدم أي نوع بسكوت محبب لينا أنا مستخدمة بسكوت الأوريو أنتوا ممكن تستخدموا أي بسكوت شكولاتة تستخدموا بسكوت العيد وتزودوا كاكاو تستخدموا أي بسكوت عندكم في البيت ماري لوتس أي بسكوت عندكم تحبوا تستخدموا جو أهد واستخدموا الوصفة تنفع بأي نوع بسكوت تمام علشان ما تفتكروش أن أنا مصرع الأوريو سمع الأوريو طعمه طحفة وناس كتير وتحبه ومن أكتر البسكوتات المحببة يعني ومن البسكوتات طبعا اللذيذة كده أنا مستخدمة 40 بسكوتة من الأوريو اللي هو بما يعادل 400 جرام من 380 ل400 جرام فتقدروا تقروا على العبوة في كام بسكوتة أو وزن العبوة كام وتجمعوا الوزن علشان تعملوا الكمية دي وبرضو زي ما قلت أي نوع بسكوت هنحتاج 380 جرام من البسكوت زي ما أنتو شايفين أنا طحنته في محضرة الطعام طحن ناعم على قد مقدر ويممكن تفتفته أو تكسره كده هو بالنشابة أو الحاجة تحطه في كيس وتخبطه عليه بالنشابة حد ما يتفتفت المهم إن إحنا عاوزين نطحنه هنحط على الكمية دي معلقة ونص صغيرة من البيكينج باودر ونقلب بقى المواد الجافة مع بعضها طبعا إحنا عارفين البسكوت عليه بيكينج باودر وعلي بيد وعليه كل حاجة فمش بحتاجين آه صحيح بس لازم مادة رافعة برضو علشان خاطر ترفع معنا وتزبط معنا وتطلع الكيكة مزبوطة معنا وإلى هيبقى بسكوت وهنزود بقى كوباية من الحليب الدافي بالتدريج طبعا إحنا مش هنحط الكوباية كلها لإنه على حسب البسكوت هيشرب قد إيه فأنا بزود حب حب الحليب ده دافي وبضيفه بالتدريج أنا تقريبا الكمية دي أخدت مني يعني كوباية إلا ربع أو كوباية نقص مع علاقتين كده يعني ما أخدتش كوباية كاملة دي ما أنتم شايفين علشان الخليط ما يخفش معنا إحنا عاوزين خليط يكون تقيل زي خليط الكيك طبعا حاسيت أنه هو فيه لمس كتير أو كتل كتيرة فبالهند بلندر كده اديت له ضربة الخطوة دي يعني مش لازم مش أساسية لو أنتم دربتوه كويس في الأول هيطلع معكم ناعم وحلو بس طبعا ممكن كمان تدي له ضربة بالهند بلندر هيطلع معكم أنعم وتبقى طبعا نسبة نجاحه أعلى يعني وهتطلع معكم الكيك كاومها أحلى كمان حاسيت أنه هو تقيل شوية فزودت برضو شوية حليب زي ما انتم شايفين الكوباية ما خلصتش يعني أنا تقريبا أخدت كوباية لربع وده قوام خليط الكيكة بتاعتنا مش خفيف ومش تقيل خالص بس زي ما انتم شايفينه هو شايفينه سميك إزاي ده القوام المزبوط معي قالب نهوت قالب مقاس عشرين نحط فيه خليط الكيك بتاعنا نحط ورقة زبدة تحت علشان بس أطلعها بسهولة ولكن ممكن تدهنه دهنت زيت لو دهنت ودهن زيت مش هتحتاجوا أصلا ممكن تطلعها من القلب يعني بس كنت عايزة تطلعها هوية وزعت كده الخليط زبطتها كده هوت وهندخلها فرن سخن على درجة حرارة 170 في نص الفرن على الشبكة الفرن متسخم من قبل كده وهنرقبها هتاخد في الفرن تقريباً عشرين ديئة لخمسة وعشرين ديئة أهم حاجة إن الخشف هتخرج نظيفة من نص الكيكة ومتزودوش في السوا بتاعه يعني يدوبك تستوي تطلعوها ما تسيبوهاش تنشف أنا هتطلعها بس عشان أهويها وطبعاً أشيل ورد الزبطة من تحتها ورجعها تاني جوة الصناية على ما تتهوى بقى هنجهز الكريمة بتاعتنا معاه كوباية من الكريم شانتي طبعاً الباسكوت والأوريو عليه سكر كتير فممكن تستخدموا كريم شانتي خام وممكن تستخدموا كريم شانتي عليه سكر لو حابين تحطوا سكر قالوا مستخدمين باسكوت سكروا هايدي وممكن كمان تستخدموا كريمة الخفق أو كريمة الحلويات السائلة تضربوا كوبايتين كده من الكريمة لحد لما القوام يتقل معاكم طبعاً أنا هنا بضرب الكريم شانتي بمية سقعة متلجة زي ما انتم شايفين فيه مكعبات من التلج كمان وبضيف المية بالتدريج واحدة واحدة وافضل أضرب بالمضرب لحد لما الخليط يتقل معانا زي ما انتم شايفين كده بصوا قوام وتقل إزاي يعني برفع المضرب بصوا ماسك نفسه ووقف خلص طبعاً على حسب نوع الكريم شانتي أنا سمعتش كوي كتير من الموضوع دهوت فيه أنواع للأسف بتبقى مش حلوة وما بتمسكش فاستخدموا مية برد المية أحسن من الحليب شوية على فكرة بتخلي الكريمة تمسك أكتر شاكده أنا باستخدمها في معظم الوصفات والسائب كمان حلو جداً فممكن تستخدموا سائب أحسن من المعالب أو نوع معالب تكونوا عارفين ووصقين فيه عارفين أنه هو كويس وبيمسك معاكم مش هنحتاج كمية كبيرة زي ما أنتوا شايفين فردتوا بقى على الصينية وبتدي تزبطوا كده هات بالسباتيلا شي مال يمين كده لحد ما يثبت معنا وبندخلها التلاجة تمسك نفسها شوية وتجمد على ما نجهز الطبقة التالتة أو جناش الشوكولاتة بتاعنا إحنا المرة دي نعمل جناش الشوكولاتة الأصلي ممكن تستخدموا سوس الشوكولاتة الاقتصادي اللي أنا عملته معاكم قبل كده في الخلاط ممكن تستخدموا سوس الشوكولاتة الاقتصادي اللي أنا عملته معاكم باللبن البدرة وبرده في الخلاط ممكن تستخدموا أي سوس شوكولاتة محبب ليكم أنا هستخدم سوس الشوكولاتة الأصلي سخنت كده نص كوباية من الكريمة على النار لحد لما يعني كد خلاص هتبتي تغلي وبحط عليها نص كوباية من الشوكولاتة يعني كميات متساوية من الكريمة والشكولاتة نص كباية نص كباية او ربع كباية ربع كباية انا عاملة نص كباية عشان انا كنت عاملة صلي صنيتين يعني كنت هحط الجناش شكولاتة على صنيتين وبنقلبها لحد لما الشكولاتة هتدوب تماما ويتكون معنا جناش زي ما انتم شايفين كده طبعا الكريمة بقى بتكون مسكت نفسها فعشان كده بقولن دخلها التلاجة لانه انتم دايما تغلطوا الغلطة دي دايما تحطوا الصوص على الكريم شانتي وهو لسه مجمدشي او لسه مش مش ماسك نفسه اولا الصوص يهدى ويبرد يعني يبقى هادي والكريمة تمسك نفسها كويس جدا ونحط الصوص بقى كده عليه ورشة من آآ سبرينكس شوكولاتة او باش شوكولاتة وبحطها برضو في التلاجة تاني تمسك نفسها قبل التقطيع طبعا هو مش جاتو شاتو هو الشبه اللي جاتو شاتو جاتو شاتو طبعا بتعمل في الخلاط كله مع بعضه مع الصوص مع كله ولكن ده بقى طعمه رهيب طبعا طبعا طعم شكولاتة الاصلي وطعم القوريو بقى انتم عارفين الميكس ده رهيب اصلا والشاك القوريو هتبسته جدا من الفيديو ده بسته كنجحة وبسيطة وسهلة ويعني مفيش فيها بقى لا زفارة ولا بيد ولا دقيق ولا زيت ولا حاجة من الحاجات دي وعملت منه انا يعني صانيتين عملت كميتين يعني اللي انا بديهولكو يعمل صانية واحدة كل المقادير اللي انتو خدتوها تعمل صانية واحدة ولكن انا عملت مقادير تانية وعملت صانية تانية بايركس كده تتاكل كده بالمعلقة صغننة كده عشان بس اوريكو طريقتين تقديم وبس كده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكو ما تنسوش تجربوا الوصفة وتلاقيه رأيكو فيها ونزروا تطبيقاتكم على الجروب بتاعها على الفيسبوك وشوفكم شاء الله مره كيفية جديد